رغم عدم اعتراف الحكومة في بغداد بالاستفتاء إلا أن التركمان أعرب عن تخوفهم من استخدام الكرد لورقة الاستفتاء في الحوار من أجل ضم كاركوك لإقليم كردستان مطالبين إشراكهم في أي حوار بين بغداد واربيل ليس حول كاركوك فحسب وإنما كل المناطق المتنازع عليها برلمان بغداد أخذت قرارات قبل يوم في ضوء تطبيق هذه القرارات ممكن أن يكون حوار ورقة الاستفتاء ليس هي الحوار بل قرارات مجلس النواب العراقي هي ستكون ورقة الحوار الكرد من جانبهم أشاروا إلى أنهم يؤكدون على استمرار العلاقات مع بغداد وأنهم سيحافظون عليها بشتى الوسائل معللين أن أي خطوة يتخذونها يجب أن تكون بالتفاهم مع بغداد يعني إذا كان عراق يتردون من الباب ندخل من الشباك نتفاهم وين العراقين في أي مرحلة من المراحل التفاهم وفي استوال كان لكون فدرالية أو دولة كردية أما العرب فتحرير الحويجة ما زال النقطة الأهم عندهم محملين الحكومتين في بغداد واربيل مسؤولية ما يعاني منه أبناء كاركوك أقول لا زال في الوقت متسع أن تكون هناك حركة جدية بهذا الاتجاه ولا تنعكس على أهالي كاركوك سلبا نؤكد على أن أهالي كاركوك هم أمانة في رقاب الطرفين الاتحادية والإقليم من أجل فضل ما جرى من خلافات وما حصل من عملية استفتاء وما زال مواطنو كاركوك يراقبون الأوضاع في انتظار تحولات لا يعرفون أين ستتجه بهم في ظل التصعيد الملحوظ في لهجة المتصارعين سورة الداودي الحرة كاركوك